لنقاشي هذا الملف يحضروا معنا في استوديو رافدين الكاتب والباحثة السياسي أستاذ نظير الكندوري أهلا بكم حياكم الله أستاذ نظير كيف يمكنكم تقييم كل ما حصل في هذه الحادثة عن قتل عنصر ميليشيا الخرساني انطلاقا من تعليق لجنة المنظمة لتظاهرات ثورة التشرين والتي أدانت هذه الحادثة رغم أنه قتل المتظاهرين السلميين نعم أنا قبل التعليق على هذه الحادثة أود أن ألفت النظر إلى شيء متكرر يحدث بين فاصلة زمنية ربما ثلاثة أيام أربعة أيام كل ما تمر هذه الفترة الزمنية يظهر لنا حدث كبير يحاولون أن يجروا المتظاهرين إلى العنف ومحاولة بعد ذلك ضربهم جميعا وإنهاء هذه الانتفاضة ما حدث في كربلاء في النجف في موضوع الساحة الخلاني والمنطقة المحيطة فيها واليوم نأتي إلى هذه الحادثة التي هي مفبركة بشكل واضح بحيث أن الأكاذيب لا تستطيع أن تصمد أمام مقاطع الفيديو التي تم نشرها وتدلل بشكل كامل بأن هذا الرجل قام بضرب المتظاهرين وأسقط من عددهم عدد من الشهداء أو عدد من الجرحى وهذا الرجل لم يقتل على يد المتظاهرين هذا ما أثبت مقاطع الفيديو كيف أن الشرطة أو مكافحة الشغل هي من اقتحمت عليه البيت وهي من قامت بقتله ولكن كان هناك تدبير معين وهو تسليم الجثة إلى مسلحين أثبت بيان اللجنة المنظمة التظاهرات بأن هؤلاء الذين تم استلم الجثة لا يعرفهم المتظاهرون وقاموا بالتمثيل بالجثة ومن ثم تعليقها ومن ثم هذه الأفعال الوحشية التي لم يفعلها المتظاهرين طيلت تظاهراتهم من بداية 21 الأول ولحد الآن لم تسجل حادثة واحدة مثل هذه الحوادث الوحشية على المتظاهرين بينما الطرف المقابل الذي هو الطرف الحكومي والميليشاوي ارتكب المئات من عمليات الإجرام والمئات من عمليات القتل بحق المتظاهرين يحاولون من خلال هذه العملية جر المتظاهرين إلى المواجهة المسلحة وبالتالي القضاء عليها هل تعلمين وكأن البيانات كانت مرتبة ومجهزة لهذه الحادثة ظهر علينا ما يسمى هذا اللواء عبد الكريم خلف يقول لقد آل الأوام للدولة أن تفرض سيطرتها على ساحات التظاهر وتفرض قوتها هذا يدلل على أن هناك شيء مبرم لتصبية هذه التظاهرات ونفس الشيء ما قال قيس الخزعلي وكأنهم كانوا ينتظرون هذه الحادثة ليطلقوا هذه التصريحاتهم أين ذهبت تصريحاتهم من الجرائم التي ارتكبها في حق المتظاهرين الجرائم التي ارتكبها القناصون في بداية التظاهرات جرائم السنك وسحة الخلاني جرائم النجم والكربلاء نعم لذلك نسأل هنا عن هل تستطيع هذه الروايات المفبركة كما تفضلتم أن تمرر على الشعب العراقي ولسيما أن المشاركين في هذه التظاهرات هم من الطبقة المثقفة المتعلمة من شباب وبنات العراق الذين حرصوا منذ شهرين ونصف حتى الآن على الحفاظ على سلمية الحراك وعلى تقديم صورة رائعة ومشرقة لهذا الجيل أنا ما أعرف وكل الشعب العراقي يعرف أنك تستطيع من خلال الأفعال تعرف الجهة التي تفعل هذا الفعل فموضوع هذا أنه التشويه بجثة القتيل ثم تعليقه هذا تصرف ميليشياوي باحتراف جميع المقاطع الفيديو التي شارك ميليشيات الحشد في عمليات قتالية كانت ترتكب مثل هذه الجرائم في المناطق السنية ومناطق أخرى كانت تعلق الجثث بل تحرقها لجثث ناهيك عن القتل بوحشية عن طريق السكاكين وعن طريق الرمي المباشر ويدلل على أن هذا أسلوب تتميز فيه ميليشيات الحشد وهذه العملية تدلل على أن الأسلوب نفسه وبالتالي من قام بالفعل هو نفسه ولذلك بينما نرى بالمقابل المتظاهرين لم توثق أي حادثة على فعل إجرامي بحق أي عنصر حكومي أو ميليشاوي بل إنهم كانوا عندما يمسكون أحد المندسين يسلمهم إلى الأجهزة الأمنية والتي هي بعد فترة تطق سراحهم يعني لم يعني ترى هؤلاء المتظاهرين الذين هم خرجين جامعات ومهندسين وأطباء ومثقفين بل حتى نساء وأطفال يقوبون بمثل هذه الجرائن هذا يعني الكذب على من يعني 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 يدلسوها يعني هذا الشيء عاري عن الصحة لكن أنا ما أقول إن هذه الحادثة تنذر على أن النظام العراقي والميليشيات وراءه يبرمون أمرا خطيرا لهذه التظاهرات ويحاولين أن يستغلون مثل هذه الحادثة لضرب التظاهرات وبالقوة لذلك يعني على أن المجتمع الدولي أن يقول قولته الآن وإلا أن ستتعرض هذه التظاهرات وهؤلاء الشباب لمذبحة كبرى مذبحة عظمى إذا بقي الفاعل والمجرم بدون رادع قبل الحديث أستاذ نظير عن المجتمع الدولي كان هناك موقف واضح للجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين استنكرت فيه ما حصل رغم أنه ارتكب جرائم ضد المتظاهرين السلميين الذين لم يكنوا يحملون أي سلاح إلى أي مدى يعزز هذا الموقف سلمية المتظاهرين وسلمية ثورة تشرين يعني حقيقة لم نكن ننتظر من اللجنة المنظمة تظاهرات بيانا مختلف عن هذا البيان نحن نثق بهؤلاء الشباب نثق بثورتهم لذلك هم يقولون نحن نستيكر مثل هذه الجريمة والعبث بجثة القاتل بالرغم من أنه قد قتل أكثر من خمس أشخاص وجرح العديد لكن هذا التمثيل لا يليق إلا بمجرمين والمتظاهرون ليس مجرمين أنا أقول من يريد أن يبني مجتمع جديد ويقلب هذا النظام الدموي إلى نظام آخر يحترم المواطن وحق المواطن ويريد أن يبني حياة جديدة في هذا البلد لا ينبغي له أن يستعمل نفس أدوات هذا القاتل وهذا الظالم وإلا فالأمرسيان يعني ماذا اختلفنا عن هؤلاء المجرمين نحن نريد أن نقدم صورة حضارية صورة جديدة لبناء هذا الوطن وبالتالي هذه الموارسات لا تليق بالمتظاهرين ولذلك عندما استنكرت اللجنة المنظمة للتظاهرات هذه الأفعال هو بيان حضاري بيان حقيقي ويدلل على أن هؤلاء المتظاهرين لا يريدون أن ينجرون إلى الجرائم التي يقوم بهذا النظام ويريدون أن يبنوا صورة ناصعة البيان حول المستقبل دعنا نتوقف هنا لأهمية هذا الأمر محاولة خلط الأوراق وإدخال الثورة والثوار في مربع العنف من خلال جره واتهام بهذه الجرائم وبالتالي صناعة رأي عام يقول بأن هؤلاء هم مجموعة من الفوضى وبالتالي هناك محاولة تسويغ العنف والعنف المضاد من هؤلاء الثور هل تعتقد أن الحكومة والميليشيات ستنجح في ذلك؟ نصب عينهم يحاولون أن يجرون المنتفضين إلى المواجهة المسلحة وتعرف أن الشعب العراقي لا ينقصه سلاح ولا ينقصه شجاعة ولكن هم لا يريدون أن يكون نسخة من هؤلاء المجرمين يريدون بناء حضار جديد لذلك هم متمسكين بسلميتهم ويريدون أن يغيروا هذا النظام من خلال الطريق السلمي ومن خلال الاحتجاج المدني السلمية تجعل من الطفل يخرج للتظاهر والامرأة تخرج للتظاهر والشيخ يخرج للتظاهر أما إذا أصبحت مسلحة فلا يصمت في هذا القتال سوى الشاب وبالتالي بإمكانيات هذا الدولة وهذا النظام يستطيعون القضاء على هؤلاء الشباب وربما يخسرون المتظاهرين التعاطف الدولي والتعاطف الشعبي معهم لذلك لا سبيل لهم سوى التمسك بهذا السلمية لكن بالمقابل عندما يتمسك هؤلاء الشباب بالسلمية يجب أن ينظر لهم العالم نظرة احترام وتقدير ومساندة وإلا السلمية على المدى الطويل سوف تقضي على كل هؤلاء الشباب الوقت ربما لا يكون في صالح هؤلاء الشباب أنت تعلم محاولات الاغتيالات التي تحدث والاختطاف وحتى اختطاف النساء هذه كلها تفت بعض المتظاهرين إلى متى يبقى المتظاهر في ساحات الاعتصام في العراء يجب أن تكون رسالته قد وصلت إلى العالم وبالتالي الكرة في مرمى المجتمع الدولي في مرمى الدولي الجواري يجب أن تقول قولتها وتضرب على يد هذا النظام يعني من غير المعقول أن يبقى هذا النظام يذبح بشعبه والعالم متفرج والعالم ساكد نتحدث عن الموقف الأمريكي الذي لمح في الأيام المقبلة لإصدار قرار لمن يقتل المتظاهرين ويختطف النشطين المدنيين ما مدى جدية هذا الموقف الأمريكي؟ نعم أنا أقر بأن المتظاهرين استطاعوا ونجحوا في تخطي عقبات كثيرة وأوصلوا رسالتهم إلى المجتمع الدولي وبالذات اللاعبين المهمين في العراق يعني كما تعلمون العراق هناك لاعبين أساسيين هما الإيران والولايات المتحدة وعندما ينحاز أحد هؤلاء أطراف لمساندة الشعب هذا درجة كبيرة من التطور لكن ما زال الموقف الأمريكي لم يرتقي إلى المرحلة التي يمكن الاعتماد عليها وما زال الموقف الدولي لحد الآن لن يرتقي إلى المستوى الذي ممكن يؤسس لتغيير هذا النظام حتى في بيان اللجنة المنظمة التظاهرات ناشهد المجتمع الدولي أن يكون له دور في هذا الموضوع وإلا ما معقول أن يستمر هذا القتل لكن أنا أتوقع أن الموقف الدولي سوف يستمر بالتطور ولا ربما صحيح هو متباطئ لكن في النهاية سوف يقول قولته ويضرب على يد هذا النظام ويحاول أن يحجر هذا النظام في سبيل تغييره شكرا لك الأستاذ النظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي